موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصطدي في اليوم في الستوديو من العاصمة بيروت مدير مركز الارتكاز للإعلام الأستاذ سالم زهران أهلا وسهلا بك أستاذ سالم في ستوديو الميادين بالطبع نبدأ من الحدث الأبرز وهو المقابلة التي أجرها الزميل غسام بن جدو بالأمس مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جملة ملفات تناولها السيد في هذه المقابلة وتحدث عنها وكان هناك الكثير من الموطيات والمعلومات سأترك لك الخيار أبرز الملفات التي تود أن تتحدث عنها أو نتناولها من مقابلة الأمس ونعقب عليها ونناقشها سباح الخير لك لكل المشاهدين لكل العملين بقناة الميادين وخاصة الأستاذ غسام بن جدو الذي تسلل إلى قلب السيد فأخرج منه ما يثلج عن قلوبنا وما يقلق العقل الإسرائيلي الذي باعتقادي انشغل طوال الليل وهو يترجم وهو يراقب ويقرأ ما بين الصدور إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المقابلة لابد من الإشارة إلى الشكل قبل المضمون في الشكل هناك نقطتين أساسيتين النقطة الأولى أنها حلقة مسجلة هناك سجال ولغة لا يفهمها ربما إلا العدو الإسرائيلي والمقاومة هذه اللغة في الحرب النفسية التي أجاد فيها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله أراد أن يقول سماحة السيد الإسرائيلي ما قلته عنكم في هذه المقابلة ليس وليد الانتروسبكشن الاستبطان ليس وليد لحظة السؤال بل هو معد وهو مرسل وكان يمكن أن يمنتج لكننا لم نمنتج وأرسلناه هذه الإشارة الأولى بالشكل وأعتقد علينا أن ننتبه لها أما الإشارة الثانية هي حملة الترويج التي حسنت فعلت بها قناة الميادين الذي تسرب عن هذا قبل اللقاء لم يكن عبثا والذي نشر في الصحف لم يكن عبثا كان يراد أن يقال لمجتمع الكيان الغاصب إسرائيل عليكم أن تنتظروا هذه المقابلة فهي موجهة لكم أيضا في الشكل في خيار موضوع الكلام عن السلاح والصواريخ طبعا وفاتح 110 هذه الحلقة بدأت من الشق الإسرائيلي والإستاذ غسام بن جدو حسنا فعال بأنه بدأ من الآخر فهذه حلقة موجهة بالدرجة الأولى إلى الكيان الغاصب هناك شعور لدى بعض الإسرائيليين أنهم بحاجة إلى حرب هذه الحرب يدرسون الخيرات ربما تكون في غزة وربما تكون في لبنان كيف نلتقط إشارات تلك الحرب؟ الحركة المشبوهة في بيت جن القرية السورية المتاقمة لبلدة شبعة ضرب حاجز الجيش الذي استحدث منذ قرابة الشهر لكي يكون سد يمنع تسلل المسلحين ضربوا العدو الإسرائيلي بالمدفعية كل الإجراءات المتخزة في محافظة القنيطرا الانتخابات الإسرائيلية القادمة بال2015 بهذا المشهد المعقد الحديث عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية والحاجة إلى إنجاز ما ربما جعل الإسرائيلي يفكر للحظة أنه يحتاج إلى هذه الحرب اعتداء العدو الإسرائيلي على ناقلات تنقل صواريخ فاتح 110 من سوريا إلى حزب الله هذه أيضا من ضمن الرسائل أراد سماحة الأمين العام أن يقول أيضا للإسرائيلي إن أردت الحرب نحن جاهزون لها واحد لكن هذه الحرب سوف تكون بقواعي الاجتباك مختلفة لن نتحارب هذه المرة من البعيد ولن يكون حوار بالصواريخ بل سيكون حوار في الميدان ولن ندعكم تأتون إلينا إلى الجنوب سوف نذهب نحن لنقاتلكم داخل المستوطنات هذه الرسالة الأولى الإسرائيلي أما الرسالة الثانية فهي سورية لبنانية مشتركة إذا استمريتم بدرب فاتح 110 واحد سوف نرد وقد يكون الرد من حيث لا تعلمون وليس شرطا أن يكون الرد رد سوري اثنين أن هذه الصواريخ ليست الآن تصل إلينا هي موجودة حتى قبل العام 2006 ولقد اعتاد الإسرائيلي على صراحة سماحة الأمين العام وصدق الأمين العام باعتقاد هذه المقابلة يجب أن تقرأ أولا من زاوية العدو الإسرائيلي وباعتقاد هي من أنجح المقابلات في الحرب النفسية مع الكيانة الغاصل كيف تعامل برأيك هذا كيف تعامل الإعلام الإسرائيلي مع هذه المقابلة قبل أن تبث أيضا أنا أشارت إلى حضرتك أن حملة الترويج من قبل قناة الميدين كانت حملة ذكية وكان بمستوى هذه الإطلالة العدو الإسرائيلي منذ أن انطلقت حملة الترويج بدأ يترجم بالعبرية وبدأ يبث هذا الترويج والقناة العاشرة قالت للأسف يبدو علينا أن نستمع إلى كلام قاسي هذه الليلة وبعد أن خرج كلام سماحة الأمين العام عنوانت مرة جديدة القناة العاشرة صادق بما قاله السيد حسن نصر الله للأسف نعم الإسرائيلي تعامل بجدية وللأسف بعض اللبنانيين وصديقنا طوني كوان الفنان اللبناني أبلغني قبل دخولي السيديو باتصال أنه بمنطقة بعبدة حيث يسكن هناك من شوش على قناة الميدين وهناك من حشب القنوات هذه القناة عن الساتلايت للأسف المجتمع الإسرائيلي وهو مجتمع عدو يقرأنا ربما أفضل مما نحن نقرأ أنفسنا ويقدر قوتنا أحيانا أكثر مما نحن نقدر أنفسنا بالوقت للجامعة العربية عم ترجم حزب الله كان الإسرائيلي عم يخاف من حزب الله وعم يرتجف من حزب الله بالوقت اللي كان في بعض المحطات أو شبكات الساتلايت اللبنانية عم تحجب قناة الميدين هذا أيضا يجعلنا نذهب أيضا إلى موضوع لماذا قرر الآن السيد حسن نصر الله الكشف عن موضوع تعاون بعض الأجهزة أو أحد الأجهزة الاستخباراتية لدولة عربية أخذت معلومات خلال حرب تموز 2006 وأهدتها للإسرائيلي أنا باعتقادي أن لم يكن هذا الأمر مبرمج سمحت السيد حتما كان يحضر رسالة الإسرائيلي هذا الأمر أنا لا أعلم ولا أستطيع أن أقرأ إن كان مبرمج من قبله أو كان فقط من شطارة الاستاذ غسان الذي استطاع أن يستبطن هذا الجواب الحديث عن الأجهزة العربية التي تواطأت ليس لأول مرة لكن نعم علينا أن ننتبه أن هذا الحديث جاء متزامن مع خطوة جامعة دول عربية التي جاءت أو حاولت أن ترجم حزب الله ويسجل للوزير جبران بسيل رفضه هو والحكومة العراقية لهذا البيان الذي صدر عن حزب الله والذي كاد أن يسمي حزب الله مرزمة إرهابية عن الجمع العربي صدر نعم اللبناني وأيضا هناك دور إيجابة مصري يسجل للحكومة المصرية باعتقادي ما قاله الأمين العام يعرفه حتى الطفل الصغير ربما في الشارع العربي أن هناك أنظمة عربية تتعامل مع العدو الإسرائيلي التقريب الذي صدر عن الـ CIA والذي قال أن هناك 13 دولة متورطة مع الـ CIA في تعزيب معتقلية جزء منهم كان دول عربية وهؤلاء حتما الذي يعمل مع الـ CIA يعمل مع الموساد فالـ CIA والموساد ليس إلا وجهان لعملة واحدة نعم طبعا سنتابع ونعود لهذه المقابلة وبعض ما قاله السيد حسن نصر الله بالأمس ولكن خلال التقارير الآن نذهب إلى الصحف اللبنانية إذن إلى عنوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة بيسان طراف إليك بيسان السلام عليكم جولة على عنوين بعض الصحف اللبنانية الصادرة هذا اليوم البداية مع صحيفة السفير اللبنانية نصر الله مستعد للقاء الحريري والجامعة العربية تدين موقفه البحريني أحزمة أمنية تتكشف ولا تنصف الحوار نقرأ أيضا في صحيفة السفير العراق الدعم الغربي ضد داعش لم يكن كافيا وعنوانت أيضا الأسد يعلن أن هدف مؤتمر موسكو مناقشة أسس الحوار ديمستورا اهتمام عالمي بحل سوري عام 2015 من السفير اللبنانية ننتقل لنقرأ عنوين الصحيفة المستقبل في العنوان الأول المشنوق الإرهاب القادم من سويا والعراق أصبح في لبنان واليقظة الأمنية كبيرة لا تراجع عن إجراءات الحدود وأزمة الشاحنات انتهت أيضا نقرأ في صحيفة المستقبل خوري هذه تهديدات الأسد وشتائم غزالي مع علاقة حادثة ساردينيا بقرار المواجهة وكيف فهم تهديد التمديد نقرأ أيضا في صحيفة المستقبل هولوند يعتبر أن المسلمين أول ضحايا التشدد وميركل تشدد على حمايتهم البابا حرية التعبير لا تجيز إهانة معتقدات الآخرين وفض من الأنبار في واشنطن الأحد طلبا لتسليح القبائل السنية غموض يكتنف مصير البغدادي بعد غارة للتحالف ونقرأ أيضا في المستقبل الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتحويل الأموال للفلسطينيين من هذا العنوان ننتقل إلى صحيفة الجمهورية وفي عنوانها الأول الحوار اليوم أمني رئاسي وأيضا تتساءل صحيفة الجمهورية ماذا يقول الشارعان السني والشيعي وفيها أيضا كاري في باريس تعويضا عن الغياب الأمريكي ننتقل إلى صحيفة الأخبار اللبنانية نصر الله نحن نتقدم وفيها أيضا عراب الانتحاريين جبهة النصر للأردنيين حصة الملك فلسطين الأسرى يخسرون مكتسباتهم إلى صحيفة البناء اللبنانية ونقرأ في عنوينها السيد نصر الله اللعبة انتهت والأسد باقن وإلى جليل وما بعد جليل السعودية الأضعف وتركيا وراء داعش وإيران تتقدم وعون مرشحنا إبراهيم نقل إلى الدماشق بمهمة حكومية توضيحات تأشيرة والمشنوق يحذر من عين الحلوي نبقى مع صحيفة البناء وفي عنوانها الثاني ديمستورا يشير إلى وجود اتفاق لحل الأزمة هذا العام ضريف الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبله بنفسه بغداد مدينة الرمادي تحت السيطرة ونقرأ أيضا في صحيفة البناء الأمن البحرين يقمع تظاهرات مطالبة بالإفراج عن الشيخ سلمان من صحيفة البناء نصل إلى صحيفة اللواء الأمن الشرعي بمواجهة الإرهاب تعطيل مخطط انتحاري وسيارة مفخها نصر الله متفائل بالحوار مع المستقبل والمشنوق يؤكد تحييد لبنان عن الحريق السوري ديمستورا لحل سياسي في سوريا هذا العام والأسد يربط نجاح يوار موسكو بموقف المعارضة عباس يهدد بحل السلطة ويطالب بمساعدات مالية العرب لقرار جديد ينهي الاحتلال في مجلس الأمن ونقرأ أيضا في صحيفة اللواء غضب إسلامي عارم اليوم والبابا يندد بمهاجمة الأديان هولوند يوازي بين حماية مسلمي بلاده وقيام الجمهورية هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف اللبنانية الصدر هذا اليوم شكرا للمتابعة إلى اللقاء استسلمك سؤال على السريع كيف قرأت تعاطي الصحف اليوم مع مقاله السيد بالأمس مع هذه المقابلة تحديدا باعتقادي كان كل الحدث ليس في الصحف اللبنانية إذا كنا بلشنا وعم نقول الصحف العبرية المحطات العبرية كانت مهتمة بهذا الحدث كان طبيعي جدا أن يكون المنشط صحف اليوم وخطاب سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله لكن للأسف يبدو أن بعض الصحف اللبنانية تمتهن العزف في مكان آخر يعني أنا ما بفهم إذا قاسم سليماني مصاوب أو مش مصاوب ليش بدي يكون عنوان على صحيفة لبنانية غريب نعم يبدو أن بعض اللبنانيين للأسف العدوى يعني هي بين المهنية عدوى الوطنية ما صابتهم يعني أنه هذا مش عنوان لمنشط أكيد بالوقت اللي فيه عنوين أخرى أهم خطاب سماحة السيد أهم كلام وزير الدخلي الأستاذ نوهد المشنوع ليلة الأمس أيضا كمان مهم السيارة 120 كيلو متفجد باع الساد الكلات انتحارية ببياننا قيادة الجيش إنجاز الأمن العام في بلدة إشمستار كل تلك الإنجازات كانت تستحق ربما أن تكون واحدة العنوية لكن للأسف إعلامنا اللبناني جزء منه أبيض مصفار هالأيام يعني طالما سأستغل وجودك إعلامي حضرتك معنا إستسالم يعني إلى أي حد مسموح تغليب السياسي والموقف الشخصي والأيديولوجي على قواعد المهنة يعني بهذا المكان يعني يعني تخيلي مثلا صحيفي مثل نيويورك تايمز أو مثل واشنطن بوست على الموقع الإلكتروني اللي هو بتشاهد بالملايين ما بتتجاوز خطاب سماحة الأمين عام السيد حسن نصر الله لأنه خطاب بالمعنى المهني هم بحاجة إلى هذا الكلام العدو الإسرائيلي ومؤثر يعني ليس بغير تأثير طبعا وهو منتج في هذا المشهد العام وفي القادم ليس فقط في الماضي يعني سامحت السيد ما كان بإطلالي عم يحكي فيها عن الماضي أو عن تجربة حزب الله اللي بتحب تسمعيها أو ما بتحب تسمعيها اللي بيعنيك تسمعيها أو لا كان عم يحكي عن المرحلة القادمة في هذا الشرق كل الشرق سواء في سوريا في لبنان في فلسطين المحتلة وأيضا كان يغوص يمكن لمرة الأولى إلى العلاقة ونمط العلاقة مع جمهورية مصر العربية مع روسيا الاتحادية الجديدة بزعامة بوتين ومع العلاقة مع الخليج العربي اللي هي علاقة أيضا ملتبسة ويبدو أنها ستستمر ملتبسة على كل حال في هذا الموقع نتحدث قبل العنوين الصحف عن موضوع جمع الدول العربية وكيف أن مصر أيضا إنه وقفت إلى جانب عدم صدور أو تسمية حزب الله في هذا البيان في هذا المكان أيضا تحدث السيد حسن نصر الله وقال بأن رحب بالتعاون بين مصر وروسيا بماذا يفيد هذا التعاون وإلى ماذا يمكن أن يؤدي طالما دائما نحن نتحدث بأن مصر باتت إلى حد ما مكموشة حتى لا نقول كلمة أخرى مكموشة بسعودية الحديث أن مصر مكموشة من السعودية باعتقادي هو حديث مشدائي ولا يمكن 200 مليون مصري تقريبا ولا يمكن لهذا البلد العريق الضارب في عمق الحضارة أن يكمش من أحد لا من السعودية ولا من قطار ولا حتى من جمهورية الإسلامية بإيران ولا من أي دولة الشخصية المصرية هي شخصية فريدة وتكاد تكون نحن دائما نقول لتلاميذنا في المركز أنه اسم الجمهورية العربية السورية بينما اسم جمهورية مصر العربية أنه مصرية أولا ومن ثم عربية هذا العقل المصري وهذه هي الشخصية المصرية سمحت السيد كان حريص بالأمس على إظهار صورة المحور وربما هذه من المرات النادرة يعني حتى عندما سؤل عن حماس قال العلاقة السنائية رممت لكن العلاقة كمحور لا حماسي خارج المحور الإشارة إلى المحورية حتما إشارة إلى الجانب الروسي حتما هل العلاقة بين مصر السيسي وبين روسيا بوتين هي علاقة سلبية أو إيجابية لنذكر المشاهدين نعم التقى الجنرال السيسي فلاديمير بوتين مرتين مرة في شباط يوم كان قائدا للجيش ونائب رئيس حكومة وزير الدفاع ومرة أخرى عندما كان رئيسا للجمهورية بيقول حرفيا جنرال السيسي وأنا التصريح معي حرفيا على الوكالة المصرية وشدد السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس المصري على أهمية التواصل والعمل على تطبيق توصيات مؤتمر جناف اثنين هنا كلمة السر لو قال الجنرال السيسي جناف واحد لكننا فهمنا أن العقل المصري هو عقل سعودي لأن العقل السعودي دائما يقول سعود الفيصل المعبر عنه كوزير خارجية المملكة العربية السعودية جناف واحد جناف واحد جناف واحد جناف واحد للمشاهدين كان فيه تلميح إلى خروج الرئيس الأسد من السلطة جناف اثنين لم يأتي على ذكر شخصية الرئيس الأسد بل على العكس اعتبر أن الحل هو مع الرئيس الأسد وليس على الرئيس الأسد أن يقف الجنرال السيسي ويقول المشير السيسي ويقول جنيف اتنين هذه إشارة علينا أن نلتقطها هناك جسور كبيرة بين الجانب الروسي وبين الجانب المصري وللتذكير أيضا قال حرفيا الجنرال السيسي لقد بنى الاتحاد السوفيتي في مصر بنيا تحتية كبيرة منها سد النيل وسوف نجدد هذه العلاقة ليس سهل يا ستنة الكريمة هذا الجيش المصري اللي تدرب عشرات سنين عند الأمريكي هذا الجيش المصري الذي نسج علاقة مع الأمريكي أن يأتي إليه مشير ورئيس جمهورية ويجرؤ على أن يأخذ السلاح والمشاريع البنيوية من قلب روسيا ولكن في السابق تدربة مع الاتحاد السوفيتي صح وهذا التذكير فيه مهم اتنين الاسي 300 وصل للجانب المصري وتركب بالقاهرة بهبى من الجانب الروسي بعد اللقاء الأخير الذي حصل بين المشير السيسي وبين فلاديمير بوتين الحزب والله لم يعد حزبا مع احترامنا لكل الأحزاب اللبنانية لم يعد حزب بيشبه على الأحزاب الموجودة بلقاء الأحزاب مع حب نقلهم هو حزب أكبر من الساحة اللبنانية هو جزء من محور المقاومة هو قوة مثل سوريا هو قوة مثل مصر هو قوة مثل روسيا مش بالمعنى العدد بالمعنى الباور القوة نعم طبعا فيني أسأل هون سؤال أيضا لنذكر في إحدى الزيارتين كان طلب أوباما أن دعا دعا المشير السيسي إلى زيارته في واشنطن لكن المشير السيسي رفض الدعوة وقال أنه لديه أشغال كثيرة بعد خمسة أيام كان موجود وعمل بسجاكة في موسكو ولكن فقط أريد أن أسأل إلى أي حد أولا هناك من يتحدث عن أن السعودية تكمش مصر من الناحية المالية والاقتصادية طيب هل هذا يعني أو يؤشر إلى أي حد أنه السعودية تريد هذه الاستدارة هذا أولا ثانيا إلى أي حد أمريكا قد تترك يعني روسيا تسلح مصر بشكل عفوي وطبيعي حتما العالم تغير وحتما الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحيدة في هذا العالم تحكمه كما تشاء بعقلية الكويبوي راعي البقر أكيد أن الإدارة الأمريكية هي الأقوى في العالم أكيد لكن الأكيد أيضا أن هناك آخر في هذا العالم والروسي جزء من هذا الآخر اثنين العلاقة بين السعودية وبين مصر أيضا داخل اللوع الجماعي للعقل السياسي السعودي هناك مصلحة بأن يكون هناك خط رجعة يعني آخر تنهار إذا راحت على تسويه إيران واللوية المتحدة الأمريكية والليهم في حوار مباشر بين الطرفين شو بتعمل السعودية؟ سوف تكون مصر هي الممر الآمن للمملكة العربية السعودية وأيضا نحن يا سيدياء في هذا المحور أنا فرد فيني عل السقف قد ما بدي لكن سمحت الأمين العام الرئيس بشار الأسد الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حسن الروحاني هم ليسوا أفراد يعبرون عن ما يحبون أو يكرهون هم يعبرون عن مصالح سياسية عليا في المصالح السياسية العليا نحن نحتاج لمصر لكي تكون مخرج للحل والسعودية تحتاج لمصر لكي تكون مخرج للحل إذا جاء الحل الأمريكي الروسي الإيراني الكبير في هذا الموضوع قلت أن السيد نصر الله تحدث عن حلف ومحور نعم عن محور هل هذه الدول العربية التي كانت تمول هذه المنظمات الإرهابية ستترك هذا المحور بشكل طبيعي ما هي ردة الفعل التي ستقوم بها؟ لا يمكن قراءة الاستراتيجية الإسرائيلية ودائما بنرجع لإسرائيل على الدول الأول إلا بقراءة أيضا استراتيجية بما يسمى دول الاعتدال يعني شوفي على الخبر وأنا بستغرب كيف الصحافة الأوروبية وتحديدا الفرنسية هيك مرأت علي مرور الكرام هذا خبر لا يدعوة أحرانوت قبل تفجيرات شارلي إبدو بأربعة أيام بتقول ماذا يفعل لبرمان في باريس وهل تقى بشخصية عربية بيخلص بيقول تفضلي إذا بتقري المسطرين قبل آخر باريغراف حرفيا أنا أقرأها آخر سطرين مسطرين لبرمان ينزل في فندق رفاييل الفخم وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن لبرمان يزور باريس من أجل التقاء شخصية عربية رفيعة المستوى يحاول بالتعاون معها دفع فكرة التسوية الإقليمية لبرمان ينزل في فندق رفاييل الفخم في باريس الذي يفضل مسؤولنا عرب والخليجيون خاصة الإقامة فيه يعني واضح عم بيروح على باريس عم بيلتقي بمسؤولين خليجيين عرب في فنادق باريس عم نحكي عن لبرمان وزير خارجية العدو وزعيم إسرائيل بيتنا لهو أكثر حزب متشدد متطرف اليوم في الكيانة الغاصب العلاقة بين إسرائيل وللأسف بين بعض دول الاعتلال العربية هي علاقة عضوية إشارة سماحة الأمين العام مع سيزغة سامي جده بالأمس إلى أن أجهزة عربية كانت تتنصت علينا وكانت تأخذ معلومات استخباراتية وتزود بها الإسرائيل هو يتقاطم هذا الكلام العلاقة بين يهودية الدولة وبين وهابية الدولة هي علاقة جذرية هذه الوهابية تتمثل ببعض أنظمة الدول العربية للأسف وهذه اليهودية تتمثل بالكيانة الغاصب إسرائيل نعم هناك علاقة جذرية بين هذه الدول وبين إسرائيل ونعم كلاهما يشعران بالخطر الكبير وكلما اقتربت الإدارة الأمريكية خطوة إلى العقل الذي يقول لابد من علاقة مع إيران ومع روسيا الاتحادية كلما جن جنون هذا الائتلاف الاعتدال العربي مع الكيانة الغاصب إسرائيل مع الوهبية العقائدية واليهودية العقائدية سنتابع هذا الموضوع تحديدا عن اليهودية العقائدية كيف تمتد وكيف تتحكم حاليا بشكل وصفة بالوقح تحديدا في أحداث فرنسا مؤخرة ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود وأراحب بضيفنا في الستوديو مدير مركز الارتكاز للإعلام الأستاذ سالم زهران أهلا وسهلا بك أستاذ سالم قبل أن نتابع مكرا نتحدث عنه ولنوسع الأفكار والنقاش نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل البناء نقاط على الحروف مليئة كانت طلالة السيد حسن نصر الله عبر شاشة الميادين بالمعطيات والوقائع والمعلومات بقيت سوريا الساحة الأهم لحسم التوازنات الدولية والإقليمية وتحديد الأحجام والأوزان بعدها العراق وتتالت الساحات أهمية لكن الأهم في المهم أن التدخل الدولي لتغيير الموازين تراجع وصار اللاعبون متفرجين ووسطاء أو مراقبين لحصيلة التوازنات وفي الإقليمية السعودية هي الأضعف وإسرائيل على رغم وقاحة العلاقة بالنصرى لاعب هامشي لا يغير معادلة الجيش السوري ثابت وقادر ومعه حزب الله ومن خلفه ما إيران كما في العراق سورة شبيهة واليمن والبحرين ليس للمقايدة وفي الخندق المقابل يقف داعش ومن ورائه تركيا لكن تحت العين الأمريكية والنصر قاب قوسين كما يره السيد فاللعبة انتهت أو كادت الأخبار اللبنانية شاد المولوي عراب الانتحاريين لم يطب شاد المولوي الشفاعة التي أخرجته من السجن عام 2012 زادته إصرارا على توسيع نشاطه الإرهابي فهو يلعب من مخيم عين الحلوي دور المنصق بين أمير جبهة النصرى أبو مالك التلي وانتحاريين لبنانيين بعد خروجه من السجن عاد المولوي ليلعب دورا بارزا في تجنيد شبان في طرابلس خصوصا لحساب جبهة النصرى إلى أن قد الجيش على حالته قبل شهرين اليوم تجمع المعلومات الأمنية على أن المولوي يريد طوريط مخيم عين الحلوي من حيث يدير ما يشبه غرفة العمليات لتنصيق تجنيد انتحاريين بهدف تنفيذ عمليات أمنية في مناطق معينة وذلك تنفيذا لمخطط جبهة النصرى وتشير المعلومات الأمنية إلى أن المولوي وشريكه أسامة منصور المختبئين في المخيم يلعبان دورا رئيسيا في استقطاب هؤلاء الشباب وتوجيههم المعلومات كشفت أن المولوي يلعب دورا صلة الوصل بين أمير جبهة النصرى في القلمون أبو مالك التلي والانتحاريين جاردين السعودية والبحرين الأسلحة البريطانية تتقدم على حقوق الإنسان السعودية التي تمثل وحد أسواق السلاح الأكثر ربحاً لبريطانيا حكمت على رائف بدوي بالجلب وفي البحرين التي تبني معها بريطانيا روابط عسكرية أكثر متانة يمثلون برجب أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهمة إهانة مؤسسة عامة منظمات حقوق الإنسان حثت بريطانيا على تدخل بحزم أكبر في قضية بدوي لكن لندن أوضحت أن مبيعات السلاح والاعتبارات العسكرية والأمنية تحظى بالأولوية على حقوق الإنسان لذا فهي تترجع عن إزعاج السعودية وبدلاً من الضغط على البحرين لإجراء الإصلاحات وقعت معها اتفاقاً لبناء قاعدة بحرية دائمة في الخليج وعينتها سوقاً رئيسياً للسلاح فيما كانت الحكومة البحرينية تواصل سجن الناشطين في حقوق الإنسان صادرة الأسلحة البريطانية إلى الدول الخليجية ارتفعت بصورة ملحوظة منذ بدء الربيع العربي وبلغ مجموعها العام الماضي سبعة عشر مليون جنيه استرليني أستاذ سالم عاد الملف الإرهابي في لبناء تحديداً إلى الواجهة بقوة بعد أن تراجع قليلاً عن التفجيرات وبعد تفكيك شبكات إرهابية لماذا؟ اسمها الخلايا النائمة وليس الخلايا الميتة والنائم من السهل أن يستيقظ ولماذا استيقظت؟ للأسف في أحياناً شر البلية ما يضحك من شهرين كنا على القناة الجديد مع زميل تكسيد سمر بوخاليل وحكينا عن مخيم عين الحلوة وقلت نقلاً عن معلومات أمنية أن شاد المولوي موجود هناك وأن هناك غرفة عمليات قامت الدنيا ولم تقعد من قبل أهلنا الفلسطينيين الذي يشهد الله أننا نحبهم وبلشت صحف مننا الصحف اللي هلأ عم تحكي عن عين الحلوة تهجمنا وتكتب مقالات تعانوا بإسمنا أننا نحن نحرض على المخيم نحن لا نحرض على المخيم لكن بشفافية وبصدق وبصراعة كل الذين يلتقون بقائد الجيش بمدير عام الأمن العام بقيادة الأجهزة الأمنية اللبنانية بالمسؤولين السياسيين كل الذين يستمعون إلى وزير الدخيل استاذنوا هذا المشنوع هناك كلام واضح ومعلومات دقيقة كما حصل مع وزير الدفاع أنا قال هناك قائدة في لبنان حتى بلشتفجر العبوات هناك خطوط رسمت في هذه الخطة الأمنية وهناك بقعة جغرافية وضعت على خارطة الخطة الأمنية البقعة الأولى كانت عرسال وحصلت فيها معركة آب 2 واستطاع الجيش اللبناني أن يحرر أهل عرسال من سطوة هؤلاء المسلحين الإرهابيين الخطوة الثانية على الخارطة الأمنية ضمن الخطة الأمنية كانت في الشمال واستطاع الجيش اللبناني أيضا مرة جديدة أن يحرر طرابلس ويعيد إلى هويتها التي تشبه هذه المدينة الطيبة أما بقية الخرائط بعد رومي ونحن هنا في قناة الميدين لطالما تحدثنا عن رومي وعن أن المرحلة القادمة هي رومي أنا باعتقادي أن النقطة القادمة على الخارطة الأمنية في الخطة الأمنية سوف تكون في بقعتين أيهما تسبق الآخر يرهن الظروف الموضوعية مخيم عين الحلوة والبقاع الشمالي وتحديدا عند ساليبي السيارات الذين هم بطريقة أو بأخرى يساهمون في التفجيرات الأمنية التي تحدث نعم الخطة الأمنية مستمرة بريتال أنا لا أحب أن أسميها لأن هذه البلدة هي بلدة عزيزة وكريمة يوجد فيها عشرين مهرب مغطيين من بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية لوقت كثير طويل وعلى مرأة من عين الدولة وعلى مرأة من مصالح بعض الموجودين في الدولة المشكلة ليس ببريتال ولا المشكلة بأهل بريتال المشكلة في بعض سارقي السيارات الذين يروجون تلك السيارات إلى مجموعات التكثيرية وبالتالي هناك علاقة بين الجريمة إلى علاقة بسرقة السيارة وبين الجريمة الإرهابية لأن بعض هذه السيارات تصل إلى بعض هؤلاء والسيارة المرسيدس 230 تم اكتشاف فيها 120 كيلو جرام بالعناية الإلهية هذه عناية إلهية أكثر من ما هي صدفة مصر للأسف عبر بعض هذه المجموعات إذن وليس تحريدا على المخيم نعم على القوى الفلسطينية أن تسعى إلى تسليل شهاد المولوي إلى الدول اللبنانية أين التنسيق الذي يحصل بين فصائل فلسطينية أو مجموعة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبين السلطات اللبنانية حصل أكثر من تنسيق وسلم أكثر من مطلق نار ولو لم يكن تناوله الإعلام لماذا يأوس بعرس بدنا يانا؟ بدنا أحمد الأسير وبدنا فضل شاكر وبدنا شهاد المولوي التركيبة الفلسطينية تركيبة معقدة اليوم وخيم عين الحلوة يوجد فيه فصائل على علاقة جيدة بالجيش اللبناني يوجد فيه مجموعات إسلامية متشددة واصولية هي خارج منظومة الدولة اللبنانية وخارج التنسيق مع الدولة اللبنانية ويوجد فيه حركة فتح الضاربة في جذور المجتمع الفلسطيني لكن للأسف حركة فتح التي هي تشبه تركيبة الدولة اللبنانية لأنها بشكل أو بآخر سلطة وتراتبية وتعرف قيمة السلطة هي أيضا منقسمة على ذاتها وهناك حديث يطول عن حالة الدحلان الذي يريد ربما تفجيرا ما قلب داخل عين الحلوة لن نتحدث عنها الآن باختصار المشهد الفلسطيني معقد الفصائل الفلسطينية يبدو لأنها أعجز من أن تقوم الآن بتسليم هؤلاء الإرهابيين ربما نذهب إلى انفجار سواء من الداخل أو من الخارج نحن لا نتمنى لهذا الانفجار أن يحصل ونحن نتمنى للقوى الفلسطينية أن تجتمع وتتكتل وتتمكن من جلب فضل شاكر وشاد المولى وأسامة منصور وكل أولئك المتورطين في غرفة العملية هل هناك مرجعية لهؤلاء؟ هل هناك مرجعية تغطية مرجعية سياسية فلسطينية لهؤلاء؟ بكل شفافية خارج لبنان قد تكون؟ بكل شفافية وبكل صراحة خلال الأزم السورية سمحت سيد أشار بالأمس إلى بندر بن سلطان المال الخريجي وتحديدا مال بندر بن سلطان صرف على تلك المجموعات بأموال طائلة كان الهدف إذهبوا إلى سوريا وفجروا عدد كبير من هؤلاء عندما سقطت القصير عاد إلى داخل مخيم عين الحلوة وهذا المال وهذا السلاح وهذه المتفجرات وهذه القدرات وهذه الإمكانيات التي أعطيت إلى بعض تلك المجموعات لكي تقتل الناس في سوريا هم استفادوا منها وأصبحت قوة تقتل الناس في لبنان إذا هذا المشهد لأنه الوقت يدهمنا نحاول نخلص أكثر شيء ملفت إذا هذا المشهد الأمني الإرهابي هل ستبقى الحكومة اللبنانية على غير تنسيق مع الحكومة السورية نطلب فيزا بدل ما يكون في هناك تنسيق نعمل إشياء مخالفة لكل الاتفاقيات بين البلدين إلى متى؟ ممنونك على السؤال وبالذات على قناة الميادين الأكثر حضورا عند المشاهد السوري اليوم شكرا حصل زيارة وهذه معلومة عبر الميادين من اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا والتقى باللواء علي مملوك وبشخصيات سورية الجانب السوري مشكلته ليست مع الإجراءات اللبنانية الجانب السوري مشكلته هي مع حفظ كرامة الشعب السوري مع حفظ كرامة الشعب السوري الزيارة وسجلي على مسؤوليتي نقلا عن الجانبين السوري واللبناني كانت أكثر من ناجحة وتم تجاوز الأمر وتفق بين الطرفين على أن تحترم كرامة المواطن السوري وعلى أنه لا يجوز إهانة أي مواطن سوري أو القيام بإجراءات تشعر المواطن السوري على أنه مهان لن يكون هناك فيزا بين لبنان وسوريا سيكون هناك إجراءات بالتنصيق مع الجانب اللبناني والجانب السوري إدارة الهجرة والجوازات السورية سوف تملأ نفس الاستمارة التي سوف يملأها الأمن العام اللبناني هذه الزيارة كانت ناجحة لواء عباس إبراهيم استطاع مرة جديدة أن يطفئ هذه النيران وأن يمنع من العبث بين العلاقة اللبنانية السورية نعم المعلومات تقول نقرأ الجانب اللبناني والجانب السوري تم الاتفاق على إلغاء الفيزا بشكل نهائي وتم الاتفاق على إجراءات مشتركة تضمن أن لا يتسلل إلى لبنان من لا يجب أن يدخل إلى لبنان وتضمن أيضا أنه لن يخرج من سوريا إلا من يجب أن يخرج مع الملاحظة أنه لم يعد هناك صفة نازح في لبنان وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعبر المصنع ويأتي إليه ويخبرني أنني نازح وهارب من القتل والدمار الحياة في سوريا بكرامة هي أفضل من الحياة في أي بلد آخر بظل ليس صحيح نعم حصل بعض التجاوزات على بعض المواطنين السوريين ليس مقبولة الحكومة السورية حريصة على كرامة السوريين والنواع عباس برهين حريصة على حفظ هذه الكرامة متى يعلن هذا الأمر؟ لا متى يعلن رسميا يعمل به لا بأعتقد صار أنه ببلش يتعمم الإجراء لأنه الإجراء هو شو اللي صار ستنا الإجراء هو إجراء صائب أنه أنت جاي على لبنان يا جاي على أتال يا جاي على مستشفى يا جاي تتعلم يا راي على المطار يا زيارة يا زيارة حتى اللبناني كان أيضا يعني يملك هذه الاستمارة على الحدود السورية هي هذه الاستمارة راح تتفعل البعض سماها فيزا البعض سماها تأشيرة البعض مدري شو سماها مش هون الحديث في الإجراءات هذه الزيارة هذه الزيارة إلى ماذا تؤشر ناجحة جدا هل تؤشر إلى تعاون مستقبلي أكثر فأكثر هل هو بداية تعاون كذبين اللبنانيين كذبين عمقول على الميدين وبعرفكم ما بتحبوا هذه العبارات للأد واضحة اللبنانيين كذبين وحقلك لا أنا لبناني أنا لبناني هذا الحديث أنه ما فيه تنسي مش مظبوط السفير السوري الدكتور علي عبد الكريم علي الذي نحترم ونحب هو موجود في الدولة اللبنانية والطاقي بكل المسؤولين اللبنانيين وزور وزارة القرجية اللبنانية والمقرات الرسمية لديه مواكبة وحراسة بأمر من وزير الداخلية لإستاذه هذا المشنوع واحد المجلس الأعلى اللبناني السوري استاذ نصري خوري لا يزال يقوم بمهامه كاملة وبيطأضى رادبه من الدولة اللبنانية هو فريق العمل لا هو التنسيق في هذا الشأن لأمن العام اللبناني لا لأمن العام اللبناني اللي واعب باس إبراهيم ظلم أنك تقولي أنه الإجراء اللي عمله ما كان فيه تنسيق مع السوريين كان فيه تنسيق لكن التنسيق ولكم هيك سوريين قالوا مسؤولين سوريين قالوا لم يكن هناك من تنسيق وتفاجأنا وسمعنا بالخبر من الصحف حصل خلل في التنفيذ على مسؤوليتي كان هناك تنسيقا لكن حصل خلل في التنفيذ المشكلة أعيد وأكرر ليست في الإجراءات المشكلة في كرامة الشعب السوري لا أنت ولا أنا ولا حدا بيقبل أن تهان كرامة الشعب السوري طبعا أكيد لا وقت لأن اللبنانيين كذبين مش عم نحكي عن حالنا عم نحكي ما هي الطبقة السياسية اللي بتشي بتقول أنا ما بحكي مع السوريين طبعا أنت كيف مش عم تحكي في سفارة أنت كيف مش عم تحكي في مجلس أعلى لبناني سوري أنت كيف مش عم تحكي واللواء عباس مراهيم بأرار من الحكومة مش من شخصه وهو مسؤول رسمي مش زعيم عشيرة رئيس جهاز أمني لبناني أهم جهاز أمني لبناني عم يطلع يزور سوريا عم يلتقي باللواء عليه مملوك لا مش صحيح هناك تنصيق عنده رتيبل تحت الطاولة وفوق الطاولة على كل حال سنتابع الموضوع عن موضوع الإرهاب وشرلي إبدو تحديدا ولكن بعد أن نستمع إلى إقراء روسيا إلى إقراء روسيا والتفاصيل كوميرسانت فنزولا حليفة روسيا الدائمة إلى موسكو وفي زيارة غير معلنة مسبقا وصل الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وأجرى محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين شكلت أسعار النفط المحور الأساس للقاء بين الرئيسين وكركاس مثل موسكو لديها رغبة بعودة أسعار النفط إلى الاستقرار ستبقى فنزولا دائماً مع روسيا هكذا افتتح مادورو مؤتمره الصحفي مع نظيره بوتين والأخير أكد أن فنزولا ليست مجرد بلد صديق وشريك موثوق إنما هي أحد الشركاء الرائدين في أمريكا اللاتينية موسكو وكركاس اتفقتا على تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والغاز لتعزيز أواصر التحالف بين البلدين مادورو قبل وصوله إلى موسكو جال على الصين وإيران والمملكة العربية السعودية وقطر والجزائر في محاولة للاتفاق على استراتيجية لإعادة رفع أسعار النفط العالمية إلا أن مصادر كشفت للصحيفة أن الرئيس الفنزولي لم يحصل على أي وعود لإعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة راسيسكايا جازيت الجيش الأوكراني ينسحب من مطار دانياتسك بعد قتال عنيف دمى أشهر استعادت قوات الدفاع الشعبي في دانياتسك السيطرة على المطار ما يعد خسارة إضافية لكييف القوات الأوكرانية بدأت الانسحاب من مطار دانياتسك بعد حصار فرضته قوات الدفاع الشعبي وأنذرت أمس الجيش الأوكراني بضرورة مغادرة المطار قبل أن يتم تدميره بشكل كامل وبالرغم من عدم اعتراف كييف حتى اللحظة بالأمر انسحب الجيش بعد توفير ممرات آمنة لجنوده استعادة المطار تزاملت مع ارتفاع حدة التوتر في دانياتسك بعد المجدرة التي ارتكبها الجيش الأوكراني وذهب ضحيتها 12 مدنيا بقصف حافلة كانت تقلهم في ضواحي المدينة وبعد تسجيل أكثر من 50 خرقا لوقف اطلاق النار من الجيش ما ينذر بتصعيد خطير للصراع في شرك أوكرانيا بعد هدنة قصيرة أما اللفت في دانياتسك فكان العثور على أسلحة أمريكية مع الجنود الأوكران ما يؤكد أن واشنطن تدعم كييف بالأسلحة فالجيش الأوكراني لا يملك أي أسلحة غربية كبنادق أم 16 وغيرها أما الأخطر فكان العثور على أسلحة محرمة دوليا وسبق أن استعملها الجيش الأوكراني خلال قصفه دانياتسك أستاذ سالم قبل أن ندخل إلى موضوع آخر تحديدا عشان نبدو هل سينفجر موضوع عيني الحلوي كما فجر نهر البارد نحن ندعي ونصلي على أن لا ينفجر وأنا قناعتي أنه إن شاء الله لن ينفجر لكن من الأسف الدولة اللبنانية أمام خيارين كلاهما أمر الخيار الأول أن تترك لأمور هك ماشي الخيار الثاني أن تذهب لحل أمام هذا الحل عندك ثلاث قوة فلسطينية أساسية مجموعات الإسلامية الأصولية المتشددة اللي أكيد مش رح تنسق مع الدولة اللبنانية الخيار الثاني هو خيار فتح للأسف بحالة ضعف وإرباك وعندها نقص بالأموال ومش هم تدفع رواتب بجنودها وجيشها وإلى آخره والخيار الثالث الذي يعرض من قبل مجموعات دحلان بأن أعطوني تعهدا وأنا أقضي على المخيمات وأنت تعلمين أن الخيار الدحلاني هو في عمقه هو خيار إسرائيلي فبين الخيار الدحلاني الإسرائيلي وبين خيار الأصولي يبدو أن الدولة اللبنانية ملزمة أن تنسق مع فتح كسلطة ومع الفصائل المقاومة التي تنسق معها لكنها جميعا هذه الفصائل مع حبي واحترامي وتقديري وما يحرفوا حكينا هلأ هم بحالة ضعف وهم عاجزين على استقصال هذه الحركة الأصولية يجب دعم تلك الفصائل من قبل الدولة اللبنانية من قبل المجتمع الدولي لكي تتمكن من استقصال هذه الحركة المتطرفة وأنا عبر الميادين قلق من أن يكون هناك مخطط لتهجير أهلنا من عين الحلوة وحزف المئة واربعة وتسعين وحق العودة وما حصل في اليارموك عندما ورّط بعض الفلسطينيين مع الدولة السورية وخرج هذا المخيم عن الخارطة أنا أخاف على أهلنا الفلسطينيين أن يخرج عين الحلوة عاصمة الشتات من الخارطة مرة جديدة الأمور تحتاج إلى تروي تحتاج إلى دقة أعانى الله الشعب الفلسطيني وأيضا أعانى الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والجيش اللبناني الذي هو أمام خيرات أحلاها مر هل الأمور الخارجية لروسيا كموضوع تحديد عن أوكرانيا هل بات ممسوكا أكثر هل باتت قادرة على التعاطي معه أكثر نتيجة ما يحصل لدينا من تسويات إلى حد ما أو ما يقال عنه تسويات وحوارات بالنسبة لروسيا وبوتين تحديدا العقيدة العسكرية التي عممت وموجودة اليوم على موقع الوزارة الدفاع الروسية تقول أن حلف الناتو هو بمثابة العدو وتقول أن الجيش الأمريكي هو بمثابة العدو وذلك على خلفية أوكرانيا وتقول كل دولة تتدخل في أوكرانيا ضد وجودنا في القرم سوف نصنفها على أنها عدوة وسوف نتعامل معها على أنها عدوة المراقب للتصريحات فلاديمير بوتين المراقب للتصريحات لافروف يدرك جيدا أن أوكرانيا لن يتنازل عنها الروس ويساحة اجتباك مباشر مع الإشارة إلى أن بوتين قام بخطوة فاجأة العالم استغل عن خط الغاز الجنوبي الذي عبر أوكرانيا يورد الغاز إلى سد دول أوروبية أغلق هذا الخط الغاز وفتح الخط الغاز الشمالي عفوا الجنوبي مع تركيا وبالتالي يريد أن يدخل الغاز إلى العمق الأوروبي عبر التركي ورفع التبادل التجاري من 33 مليار ومثلين هل سيتلقف هذه المبادرة هل سيتلقف التركي هذه المبادرة وبالتالي تكون هناك حل أكثر سريع في سوريا وتحديدا في حلب بصراحة أردوغان يتعاطى في المسألة السورية بطريقة عشائرية ثائرية وليس بطريقة سياسية أنا ما لدي من معلومات أن الجانب الروسي الجانب التركي قطعوا شوط في الشأن الاقتصادي واتفقوا في المسألة العراقية لكنهم لا يزالون مختلفين في المسألة السورية ويبدو أن وهم أردوغان في سوريا لا يزال قائم حتى هذه اللحظة هدانا وهذاه الله في موضوع بعد ما ندئتان على ما أعتقد في موضوع شرلي إبدو وأيضا هذا الإرهاب الذي حوله التفاف غير طبيعي كأنه تشوف منظر تبتسائل سوريالي سوريالي إلى حد ما كيف سينتهي في أوروبا؟ للأسف نحن مضطرين إما أن نكون مع القاتل وإما أن نكون مع المسيء لا الحياة مش هيك مش أنا بدي أكون مع الإساءة للرسول أكرم محمد وهو خط أحمر لكل المسلمين في العالم ومش أنا بدي أكون كماني مع المجرمين اللي أتلوا هؤلاء الصحفيين أنا رح روح معك على الجانب الإسرائيلي وبرأيي بعد خطاب سماحة الأمين العام سيد حسن نصر الله تلقينا نحن معشر المراقبين صدمة كنا بحاجة إليها بأن دائما ننتبه إلى العقل الإسرائيلي العقل اليهودي بالعام 2014 احتفلت وزارة الهجرة الإسرائيلية أنه ارتفع عدد المهاجرين وتحديدا بفرنسا اللي شكل 32% بال2014 مقارنة بالعام 2013 كان فيه دوبل يعني 6600 فرنسي يهودي قدموا إلى إسرائيل المحتلة بالعام 2014 بالوقت 3400 قدموا في العام 2013 طلع بن يمين نتنياهو يأخذ اليهود الفرنسيين الذين قتلوا في شار إبدو ويدفنهم في فلسطين المحتلة ويقول لليهود الفرنسيين هلموا بكم إلى إسرائيل تعوا إلى بيتكم إسرائيل لماذا لا نفكر بهذه الطريقة الكيان الغاصب إسرائيل كله بني على فكرة الهجرة من أوروبا والهجرة من العالم لماذا لا يكون اليهودي في شكل أو في آخر هو الذي سهم في هذا الحدث ليش لا بنمين نتنياهو لعن بيحكم 1260 جريح من النصرة ومن داعش السوري في قلب نهاريا ليش لا ما بيكون هو كمان يشريك في هذا الحدث خاصة مع هذه الدعوة إلى الهجرة وخاصة أن الوكالة الهجرة اليهودية قالت شرفوا يا فرنسيين يهود عودوا إلى إسرائيل أنا أجتم رائحة عبرية يهودية من هناك نعم على كل حال كما قال أحد الموظفين السابقين في هذه الصحيفة وطرد لأنه نشر رسم كاريكاتور عن ابن ساركوزي الذي اعتنق اليهودية لأسباب مادية واقتصادية ومؤسس شارلي أبدو بالأمس أنا شهدته وكان يقول حرفيا أن هذه الصحيفة أصبحت صهيونية بامتياز ليش ما فيك تقرب على حقوق السامية أو المسمىات الحقوق السامية وفيك أنت تتناول للرسول أكرم محمد على الله وصحبه السلام بالإساءة كلام البابا فرانسيس كلام مهم وقال بتخلص حريتك عند حرية المعتقد ليس هذا فقط هذه الصحيفة تتناول بشكل سوقي المسيحية والإسلامية وباقي الديانات مع هذا اليهود وليس فقط الديانات ومع الإشارة ومع الإشارة إلى فكرة يعني هلأ اليوم وقت اللي بتشوفي في فيديو أنا بارح أرسلنا على الموقع ورفضت أني انشأ على موقع الارتكاج فيديو لصدام بين جزائريين ويهود في فرنسا هذا مذو أيام غزة ليس بعد الأحداث هذا مذو أيام غزة شو المقصود ترويجه بعد أحداث شارلي أبدو لكي يقولوا لليهود عودوا إلى فلسطين المحتلة فكرة إسرائيل قائمة على الديمغرافيا وقائمة على النقاء العرق اليهودي ويهودية الدولة هذه الفكرة لا تحقق إلا بالهجرة هل هذا الحدث يفيد في مسألة هجرة اليهود نعم أو كلا أنا أقول نعم نشوف اليهود في أوروبا يعني غير اليهود في غير مكان على كل حال رئيس المركز مركز الارتكاز للإعلان سلام زهران أهلا وسهلا بك للأسف الوقت شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم مشاهدي قناة الميدين شكرا لمتابعتكم ولللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة